نحو 15 جلسة برلمانية عقدها مجلس النواب الخامس الذي انبثق من أبواب انتخابات تشرين كانت معظمها تدور في راحة اختيار رئيس الجمهورية لتحقيق شرط تشكيل الحكومة الدستوري الجلسات التي لم تصل إلى مبتغى إتمام النصاب في بعض منها وانسجام الكتل السياسية في معظمها أفرز عملية الصراع الأطول في العملية السياسية التي صنعت ما بعد عام 2003 وحتى اليوم وقد حمل عنوانها الخلاف الكردي على اختيار مرشح واحد يمثل الأحزاب المتنافسة على المنصب وخلاف الكتل السياسية التي أشعلت فتيلها قضية الكتلة الأكبر في البرلمان ومن هنا كان الوصول إلى تجذبات سياسية يفشل في كل مرة بالوصول إلى خط النهاية فالطريق المسدود الذي تغنى به العندليب لم تصنعه السياسة العراقية بما يشبه فراق العشاقة فكان في الحقيقة فراق صراع على السلطة دون التقييد بمحاذير الفراغ الدستوري تشكلت خلال تلك الفترة الأطول محاولات إتمام صفقة انتخاب رئيس الجمهورية وإغلاق ملف أزمتها إلا أنها سجلت الفترة الأطول في تعقيدها بعدم وصول الكرد إلى اتفاق فيما بينهم وهذا ما لا يتحمله الكرد وحدهم إنما بفعل تشابك مصالح التيار الصدري والإطار التنسقي التي عقدت المسألة أكثر الصورة التي كونتها الأحداث السياسية المتراكمة دون حلول ومع عروض سياسية قدمها عديد من قادة الأحزاب كان أحدها الاتفاق على مرشح واحد وهو ما لم يتحقق لتمسك طرفي المنافسة الكردية الكردية اليكتي والبارتي كل بمرشحه الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية بغداد التي تنتظر بكتلها السياسية حل الأزمة الكردية الكردية تستمع اليوم إلى مقترح جديد قد يقلب المعادلة تماما أو قد لا يصنع اتفاقا مرجوا منذ بداية أزمة اختيار الرئيس مقترح طرحته قيادات كبرى ومسؤولون في الديمقراطية الكردستاني يؤكد على أن الذهاب إلى بغداد بمرشحين أمر مستحيل ليطرح خيار التصويت على مرشح في برلمان كردستان حساب جديد وتوجه جديد قد لا يرضي أحد الحزبين أو أنه قد يحسم أمر مرشح منصب الرئيس تبقى حساباته في جعبة السياسيين عما قريب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر